من مقر نقابة الصحفيين ينضم إلينا هاتفيا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي ارصد لنا الوضع والصورة لديك تحياتي لك ولكل متابعين من أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين حيث الوقفة الاحجابية التي دعت لها النقابة للتنزيد بمجزرة الاحتلال الصحيوني بمستشفى المعمداني بغزة أتت الجموع اليوم من كافة الصحفيين ومجالس النقابات الأخرى ومن قفة أعضاء هذه النقابة وعدد من النقابات المصرية للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية الهامة ودعوة النقابات ومجالس النقابات المهنية للاكتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع المقبل وأيضا المطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصحيونية وأيضا رفض تهجير الفلسطينيين من أرض الدعوة لفتح معبر ودخال المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة وأيضا التنديد بالتغاذل الإعلامي الغربي تجاه ما يحدث على أرض غزة والوقوف بجانب الموقف المصري تجاه سواء تهجير الفلسطينيين أو فتح المعبر لإدخال المساعدات وهذه الوقفة التي أقتل الآن بصددها الجميع هنا يندس بكل أفعال الكيان الاحتلال الصيوني وأيضا المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما حدث بالأمس وما هو مستمر حتى الآن والنازل الغربي والعالم تجاه هذه القضية هذه هي أغلب النداهات وأغلب الاهتفات التي قام بها الوقفون على سلال نقابة الصحفيين الآن نعم رامي هل تحدث مع الصحفيين من كل الفئات يتواجدون الآن أمام مقر نقابة الصحفيين ذكرت نقطة شديدة الأهمية أن هناك حالة من التغافل الإعلامي عما يحدث من انتهاكات ضد الأبرياء في قطاع غزة وتصدير الصراع بشكل مخالف على حقيقاته هل من أفكار لإيصال الشورى عالميا سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الصحفية الإلكترونية هذا التساؤل جيد جدا تحدثت منذ قليل مع عدد كبير من الصحفيين وأعضاء نقابة الصحفيين المقرين وعلى رقم النقيب خالد البلشي تحدثت معه حول الموقف الغربي وتحديدا الإعلام الغربي تجاه القضية وتصويره لهذه المجازر بأنه يقف في الاتجاه المعاكس والمعادي للمدنيين في غزة تحدث عن أن هناك مطالبات دولية أيضا المطالبة بفتح تحقيق دولي سواء بحق ما يتكب الآن تجاه الفلسطينيين والمدنيين من جرائم حرب أو أيضا من خلال فتح تحقيقات والتنديد بما يفعله الإعلام الغربي تحديدا وأيضا تصويق الغربي لهذه الأحداث علينا رد فعل وليس حرب أو جرائم حرب تجاه المدنيين هذا هو الموقف الجميع هنا أجمع لأن هذه المجازل ترتكب بحق المدنيين في غزة وهذه جرائم حرب ترتكب ولا جد منه طلبة المجتمع الدولي والإعلام الدولي بفتح تحقيق دولي بحق ما يفعل الآن في غزة وبحق المدنيين هناك سواء من الأطفال والنساء والشيوك وغيرهم من المدنيين الذين يقصفون ليلة مهارة نعم رامي أسمع الهتفات من حولك أنقل لنا أهم ما في هذه الهتفات أغلب هذه الهتفات كما تحدثت هي التنديد تحدث الآن ينطق هتف بالطول بالعرض لن نترك الأرض بالطول بالعرض ليس نسيب الأرض هذا هو الهتف الرئيسي بالطول بالعرض أهل فلسطيني لن يتركوا الأرض ولن يهجروا من أرضهم وهذا هو الهتف الجامع والذي أكد عليه مرارة لتقرار الوقتون الآن في هذه الوقفة الاعتجاجية على سلال من قابة الصحفيين بالطول بالعرض لن نترك الأرض مش نسيب الأرض ضد تهجير الفلسطينيين وأيضا معك يا فلسطيني إلى يوم الجيل هذه أغلب الهتفات ويسكت كل خائن وأيضا الحديث عن القتلة والهتف ضد القتلة بحق المدنيين والهتف بمسنادة القضية من كافة البلدان العربية والإعلام العربي وأيضا مطالبة للتنديد بإعلام الغربي وما يفعله الآن تجاه القضية الفلسطينية نعم يعني هذه الهتفات أرى بها الكثير من الدعم مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التي كانت واضحة وكشفة للمخاططات الإسرائيلية بشأن التهجير القصري للفلسطينيين إلى سيناء ونشر هذا التفكير الأي مدى هذه الهتفات جاءت دعيمة للموقف الواضح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوصله إلى العالم اليوم بالفعل كما أرى الآن أمامي الوقوف الجامع العدد كبير من السحاطين وأعضاء النقابات الأخرى ومجالس النقابات المهنية الأخرى وأيضا توفض العديد من السياسيين وشخصيات الأهمة وعلى رأسي النقاب السحاطين وعدد من أعضاء مجلس النقابة يقومون في صدارة المشهد الآن في الوقفة الاحتجاجية الجميع أكد على الموقف المصري الجميع أكد على الغطوات والقرارات المصرية وما جاء سواء برفض تهجير الفلسطينيين من الأرضين أو فتح المعبر أيضا لإصال المساعدات نعم إصال المساعدات هذا جانب شديد الأهمية يعني الموقف فيما يتعلق باتعنط الإسرائيلي في دخول المساعدات عبر معبر رفح ومرابطة القوافل الإنسانية والمساعدات الإنسانية أمام القطاع هذا الأمر أيضا كان واحد من أسباب التعبير عن الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وواحد أيضا من أهم أسباب هذه الوقفة الاحتجاجية رامي بالفعل كما تحدثت في هذه من النقاط الرئيسية التي يتحدثون عنها الآن يتكون واحد اثنين العرب فين فهم يتحدثون الآن حول جموع الدول العربية وجموع الشعوب العربية لابد أن تكون لها وقفة قوية في هذا الأمر وجد التعنط أيضا بعدم الخالق المساعدات ووقف المساعدات عند معبر رفح الجميع الآن يلذب ويأتف بوقوف جميع البلدان العربية وجميع الشعوب العربية أمام هذا التعنط وأيضا الحديث حول أن أبسط أنواع وأهم أنواع المساعدات الإنسانية لكن لابد أن تذهل الآن إلى قطاع غزة هي المساعدات الإنسانية والطبية الوقفة الآن عند معبر رفحnica الجميع الآن يهتف بهذا وأيضا التنديد بالموقف الأمريكي الذي جاء مخيب لأمال الكثير من العرب وأيضا مخيب لأمال المدنيين في فلسطين الذين الآن يقصحون ليلة نهار وآلة الحرب الصهيونية الإسرائيلية التي لا ترى أمامها سواء من الأطفال والمدنيين والكبار والصغار والشيوء والنساء وتقطق ولا تبالي كما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية أشكر جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري عبر الهاتف من أمام نقابة الصحفيين بالقناة